فكرت يوما بمعنى الصديقي وارسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليك اجسمي على الصحبة الصالحة اوعى تكون انت اللي هتيندم صحبك على صحبتك البنات اللي حواليك اخطر بكتير فتش في صحابك ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ ظلالا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صحبة السوق خطر حقيقي عالبنات وعالصريان صحبة السوق يجسمي على الصحبة الصالحة صحبة المسجد الناس الطيرين بتوعوا ربنا اللي بيحبوا ربنا العزين يتخلوا الجنة هي دي الصحبة الصالحة يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فتش في صحابك فتش في اصدقائك اوعى يكون فيهم واحد هتمدم على صحبته يوم القيامة المهم ان انا عايز اقول للشباب اكبر مشكلة صحبة السوق بيضلك عن الاسلام بياخدك عشان تصهر صهرة حمرة وصهرة زرقة وصهرة خضرة اي نون بياخدك علشان تروح تشم معاه ولا سجارة ملفوفة بياخدك علشان يوريك طريق غشوة ولا طريق حرام ولا طريق زنة بياخدك علشان يقولك يا سيد انت رايح الجامع يبقى صل الظهر في البيت تعالى العاصل نبقى الروح باس نخلص المشوار دا الاول بيضلك بيبعدك عن طريق ربنا انت رايح فيه رايح تحضر درس يا عم تعالى دا احنا عندنا قاعدة كوتشينة زي الفل رايح تحضر للشيخ فلان لا 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 تعالى دا قابل الممثل الفلاني والممثلة الفلانية والرقاصة الفلانية هو دا بيضلك عن ذكر اوعى يقول ليك واحد بيضلك عن ذكر ربنا حلح تندم على صده يوم اليوم صاحب من يحيى الحياء بصحبته الله اصحب من يحيى الحياء بصحبته من الناس من تستشعر في حضرتهم قيمة الحياء من الله فوجوههم تذكرك بالله جل وعلا ناهيك عن اقواله ناهيك عن افعاله فكلماتهم رقيقة تذكر بالله وتذكر برسول الله وتملأ القلوب بالحياة وتملأ القلوب بالايمان وتملأ القلوب بالخشية من الرحيم الرحمن بين الجوالح في الاعماق سقناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الاذن سامعتم والعين دامعتم والروح خاشعتم والقلب يهواها ولملا وكلماتهم قال الله قال الصادق رسول الله قال الله قال الصادق رسول الله حض الله يا ويلتة ليتني لم اتخذ فلانا خليلة تب انت هتندم على صحبته ليه ليه تندم على صحبة الرجل ده ليه تندمي على صحبة الست دية علشان مكانش بيسلفك فلوس علشان مكانش بيخرج معاك علشان مرضاش يجوزك اخته علشان مش عارف مرضاش يغششك في الامتحان علشان مرضاش ياخدك معاك لا كل الكلام ده مش هتندم عليه يا ويلتة ليتني لم اتخذ فلانا خليلة لقد اضنني عن الذكر بعد علي كله شفت مقياس الصحبة في الاسلام شفت مقياس الندم في الاسلام مش هتندم عشان ما جبل trustworthy ف علميلادك مش هتندم علشان ما جبلدك ش هده وهو راجع من برا لا ده انت هتندم عشان كان بيضلك عن ذكر الله انا اتفكر ان البنات هما اللي هيفسدو ابنا لاء لا ممكن الشباب اللي حواليك يفسدوه اكتر ويبقوا اخطر عليه من البنات وكذلك للبنات هو يتفكر ان الشباب هو اللي خفر عليك البنات اللي حواليك اخطر البنات اللي حواليك اخطر بكتير ويزن على الودان كلي بالكم انا عايز نبحث عنه سبحان الله العظيم اعطي 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 اعط شكلتك جاية منين؟ عرفت مأساتك أصلاقي اللهم إنا نعوذ بك من صحبة السوق اللهم إنا نعوذ بك من جار السوق ونعوذ بك من صحبة السوق